السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا وكم متابعين على قناة العرب قرلونيك اسمعك وعبد المزيق لا صوت زين ولا صورة زين هذا يصبروا أنا ناقل بيت ديت عدة كلها في البيت حقه لا يوجد شيء صلاح عموما بجرد نجيب على هذا الكاميرا والمايك الوضع بيصير أحسن واضح أني راسي منتهي من عند النظرات وهذه صلعتي تلمع خلوكم من هذا كله كان المفروض أني الاثنين الماضي زي ما عادتكم بتويتر أني مسوي فيديو ولكن ما سويت الفيديو فجأة كذا قدر الله ما شاء فعل مرض وقعت كم يوم مريض وقليشت عموما اليوم قررت نسوي الفيديو هذا طبعا زي ما أنتم شاهدين قدامكم الآن قبل فترة مش بالطالة يعني أول منزلت كي دي اي فايف اللي هي الواجهة حق تلينيكس تركت كي دي اي فايف وستخدم كي دي اي تحولت على واجهات كثيرة لعل المستقر عليهم هم سينامون وماتيه حسب نوع الجرافيكس عندي بالجهاز أقرر إذا الجرافيكس حلو ممكن استخدم سينامون أو إذا الجرافيكس سلب الخير استخدم ماتيه وطبعا لينكس منت الجرام زي انتم شايفين عندي كي دي اي فايف بعدما انها تقريبا صارت جيدة لان استقرت أول منزل كان بها مشاكل كثيرة هذا الفلوغ ستسولف شوي معكم عن التطورات الأخير اللي صارت باللينكس معينا شخصيا وبرنامج حلو جدا بكم تشوفوه اليوم وهو كي دي اي كونيكت طبعا كي دي اي كونيكت هذا بطيله الآن مجالة وبطيله مراجعة سريعة وتبقون تفاصيل ما اعتقد ان يحتاج تفاصيل أكثر ولكن بحطوا درس خاص اللي حابين يستخدمونه اول حاجة بالنسبة لينكس انا ما زلت مستخدم يومي لينكس قل استخدامي لينكس بسبب انه انا شخص ما اعرف اعمل شغلتين انه في الوقت اعمل هذا اعمل هذا فكنت اشتغل على ماك كثير بخصوص عشان تطبيقات الايفون وتطبيقات الابل بشكل عام فمعارفين عشان اقدر اشتغل هناك بجيبك السكود كل اللي تبتقولونه يا جماعة الخير بخصوص انه ممكن وفي حلول ممكن تستخدم لينكس بدون ما تضطر الماك انا عارف ولكن انا اريد استخدم الماك لان اتبع سياسة واضحة وما اكون عندي مشاكل بشغله وتأكد ان تطبيقاتي جاهزة وسليمة ومئة في المئة شغالة علم بان انا شغال على ايونيك اصلا ممكن استخدام ايونيك بس عشان اعمل تست على النايتب فيتشارز لازم يكون عندي ماك طيب عموما كل هذه مجرد فلسفة شخصية كل واحد وطريقته بالعمل لينكس مازال موجود في حياتي اليوم ويستخدم لينكس اليوم يمكن معظم الوقت ماك على شان التطبيق فقط لاذا احتاجت حاجة لصويرة تشتر على الايفون او اذا بغلت تسوي حاجة في الاكش كود اشتغل هناك هذا بالنسبة لينكس مازال موجود سيرفرات اوكي صار في تحولات تراه كثيرة الان صرت الان نستخدم تحولت من ديبيان سيرفرز قبل كان سيرفراتي كلها ديبيان اولتم الان على الابونتو كلهم والسبب طبعا مو بالنو بحلوة او ابونتو احسن ثلاثة الاستخدام خاصة بسرعة تشتغل فمع الابونتو تحديدا موكل طبعا اصدارات الابونتو اتكلم عن اصدار نسخة ثابتة تحتاج تشتغل قليلا لتضبط السيرفر ولكن مع الابونتو سيرفر اتكلم هناك شغلات كثيرة جاهزة كي دي اي الحمدلله مبسوط جدا لم افعلت اي تخصيص لما كم شغل اصدارات اصدارها كي دي اي كم يوم لينكس منترستار واجدت كي دي اي بالنسبة لبرنامج كي دي اي كوننكت كي دي اي كوننكت اول حاجة تستقبل كل الاندرويد اذا لديك اندرويد اصدار بنامج كي دي اي كوننكت في الماركت في جوجل بلاي اصدارها في الاف درويد اذا انت من عشاق البرمجيات الحرة وما تريد تركب قدمات جوجل على الجهاز فستقبل كل التنبيهات تجيلك على شريط البرامج حاجة ثانية تتصفح ملفات الجوال عندك كل سهولة فوق هذا كله يوجد تحكم عن بعد بالماوس والكيبورد طبعا مع الجوال هذا الحلو الظريف دعونا اضع الطيران اضع الطيران طبعا مجرد لا يوجد طيران سوف تصوم بعض الآن لانتصال في القائبة سوف نقوم على نفس الشبكة الحاجة الحلوة التي تشاهدتها في القائمة ليس فقط انها اضع الطيران اضع الطيران احيانا فعلا تضطر هذه الشغلة لعدد اسباب نستخدم عارض قدام ناسا فقط تستخدم جوالك الحاجة التي لم أحبيتها في الموضوع ان الوي فاي لا يوجد شبكة الوي فاي نذهب لتطبيق اضع الطيران اضع الطيران البطارية تنبيهات سوف تخرج هناك فوق اضع الطيران اضع الطيران اضع الطيران لا يوجد اضع الطيران اضع الطيران اضع الطيران و الكيبورد اضع الطيران اضع الطيران اضع الطيران تنبيهات نفتح على سبريتشيت كيف يمكنك كتب بالإنجليزي أو العربي نكتب بإسم الله الوضع مره مره مبسوطاً من هذا ليس فقط قليل استخدم الكيبورد بالماوس لم يحتاجه من الآن فعلياً لكن الذي ارتحت معه كثيراً تنبيهات بدون مشيك على الجوال الحاجة الثانية أن المرفات مره 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 سهل الموضوع حتى نزر شير على أي صورة عندك أو ملف وصائب فيه قابلية للشير ويمكن ترسله مباشرة يكون موجود عندك على الجهاز حبيت بس ختم بالإنه أقول لكم نرجع إن شاء الله للقناة عندي سلسلة من الدلوس إن شاء الله بقدمها قريباً عن الوب ديفولومنت وبالمجيات الحروة يعني كيف تشتغل على تكون مطور وقت تشتغل بالمجيات الحروة بس تكون فيه دروس إن شاء الله نستخدم البيتش بي أغلب الوقت الـ IDE غير مهم وش رح تشتغل وش رح تشتغل وش رح تشتغل عليها في كل هؤلاء من صورة انتهى الفيديو وانتهى الكلام حق اليوم أشوفكم إن شاء الله فيديو جاي مع السلامة وش رح تشتغل وش رح تشتغل